فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله هذا وإن كان فيه ضعيف فقد تقدم الحديث المرفوع فيه ضعيف يعني راون فيه راون ضعيف فقد تقدم الحديث المرفوع من تشبه بقوم فهو منهم نعم الحديث من تشبه بقوم فهو منهم حديث صحيح وهو محفوظ عن حذيفة بن اليمان أيضا من قوله وحديث بن لهيعة ويصلح للاعتضاد كذا كان يقول أحمد وغيره نعم الحديث الضعيف لا يلغى نهائيا كما يقول به بعض العصريين وبعض المتعالمين نعم حديث الضعيف يختلف فالحديث إذا كان ضعفه قليلا أو لم يجمع على أنه ضعيف فيه من يخسنه أو فيه من يصححه فإنه لا يلغى بل يستدل به لسيما إذا كان يستند إلى أحاديث صحيحة أو يعتضد بأحاديث صحيحة وأدلة صحيحة تقويه ثانيا إذا كثرت طرقه فإنه يرتفع من كونه ضعيفا إلى كونه حسنا لغيره إلى كونه حسنا لغيره يحتج به ثالثا نص العلماء على أن الحديث الضعيف إذا لم يكن شديد الضعف أو مجمعا على ضعفه أنه يستدل به في فضائل الأعمال وفي المواعظ لأجل ترقيق القلوب بذلك ولا يؤسس عليه أحكام شرعية من محرم أو واجب أو مكروه أو مستحب وإنما يعتضد به فقط كما قال الشيخ هنا ترجمة نانسي قنقر